السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكوا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض الكريم جانتي بدون مضرب كهرباء وبدون خلاط وبدون مضرب يدوي بحاجة كده موجودة في كل بيت وهيطلع معاكم وتماسك زي ما انت شايفها كده بصي ما شاء الله وهتشكل منه الترطة وتزين الجاتو وتعملي كل النفسك فيه يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو الفيديو عجبك بالله عليك ما تنسينيش باللايك على الفيديو ويلا بينا نشوف المأدير بتاعتنا عبارة عن ايه معانا اول حاجة في المأدير كوباية كريم جانتي خام بدون سكر وكوباية لبر مسلجة ممكن تستبدليها بمية مسلجة ما فيش مشكلة في النقطة دي ومعانا كمان مصوا كوباية السكر ناعم او خشن تمام كده ادي المأدير بتاعتنا سهلة وبسيطة ولو حابة تقليل كمية السكر تخليها ربع كوباية السكر تمام هنجيب الطبق وابدأ بقى حط المكونات بتاعتي كلها معانا اول حاجة زي ما قلنا كوباية كريم جانتي خام بدون سكر هحط عليها نص كوباية السكر ممكن تقليل كمية السكر لو انت حابة وكمان معانا كوباية لبر مسلجة ولو عايزة تبدليها بمية مسلجة تمام هنا بقى الفكرة بتاعتنا زي ما انت شايفها كده النهاردة هنعمل الكريم جانتي في الازازة زي ما انت شايفها كده معانا طبعا ازازة شويبس زي ما انت شايفها جبتها غسلتها كويس جدا وبعد كده هابدأ قطع القاعدة بتاعت الازازة طبعا ينفع تعمل الخطوة دي باي نوع ازازة موجودة عندك بس اللي تكون حجمها لتر ما تكونش اكتر من كده عشان ما تبقاش تقيدة في ايديك ومتعفش اشتغل بيها وهابدأ يجيب المقص كده وقطعها على شكل شرايت اهو بالشكل ده كده وطبعا ما وصلش لغاية الاخي يضبك لغاية الحلق بتاع الازازة الدايق ده وهقف خلاص كده هافض لقص كده بالشكل ده كده اهو شرايت كده بالشكل ده بجد يا جماعة طريقة جميلة جدا وبتديكي نفس القوام بتاع المضرب الكهرباء بالضبط وكمان نفس الكمية تمام؟ تعالي بقى نشوف مع بعض كل ده جبنا هوة الازازة وبدأنا بقى نضرب الكريم جنطيه بالشكل الجميل ده بصي انا ولا هسرع الفيديو ولا هجريه ولا اي حاجة خالص عشان تشوف الخطوات معانا وتشوف قد ايه الكريم جنطيه هيتمسك معانا وهيبقى ما شاء الله تقيل كده وينفع تعملي به اللي انت عايزينه سواء طرطة ولا جاتو ولا تعملي حتى روزيتات اللي انت حابة تعمليها هتعمليه طريقة سهلة جدا وبسيطة ودعم النهاردة اللي ما اضرب الكهرباء مش هنجيبه مش هنكلف نفسينا ولا اي حاجة خالص اهو زي ما انت شايف هفضل اضرب كده بصي انا بضرب اهو طبعا لسه الكريمة مرقة معايا شوية فهضرب تاني لغاية لما يتقل معي انا عدت اضرب فيها لمدة ربع ساعة مدة ربع ساعة بستمر كده في الضرب بالشكل ده لغالد لما اوصل للقوامل اللي انا عايزة التقيل هروح الجاية كده خلاص تمام وزي الفل هنزل بال في الجناب كده اهو زي ما انت شايفها كده هروح الجاية مسكة تاني واضرب تاني لغاية ما اوصل للمرحلة اللي انا عايزها كده تمام وزي الفل لهو بسم الله ما شاء الله انا كده خلصت خلاص هروح الجاية مفضية الازيزة ودي الكريم جانتي معانا هو زي ما انت شايفها ما شاء الله كمية بتاعته حلوة مش وحشة كتيرة كمان متماسك tre quoi موسيبسل بس لما تحطيه في الثلاجة ما تيلاقيش هيتماسك اكتر من كده وهيبقى عامي ما زي في الطلاجة طبعا انت الكوام بتاعه ده ينفع طبعا نتفرديه على الطرطة زي ما انت عايزة تفرديه في الجاتو سيبقى سهل معيك عايزة بقى تعمليه روزورzاتات ث texts في الج addressed يجمد من ترجمة ثلاجة هيجمد من ترجمة وايحة جيام تبaponsا بعد Νتفرتيها انا هنا بقى هعمل معاكم 3 الوان جبتي 3 اطباق كده وشلت شوية ابيض اشنا عايز اعمل دوم حاجة تانية حطيت كاكاو ولو عندك طبعا شوكولاتة اه شوكولاتة سوس شوكولاتة هيكون احسن كتير بدر الكاكاو ان الكاكاو خد وقت معايا شوية في الضرب وحطيت طبعا في الطباق التاني هو المفروض يكون لون احمر بس للاسف هو طلع اللون مرتقاني انا بس عايزة واريكو الالوان بس واريكو الروزيتات واريكو الشكل بتاعها متمسك ازاي فمش مشكلة موضوع اللون يعني اللون ده براحتك لو انت حاب تعملي الوان تمام مش حاب خلاص جبت كيس الحلواني وجبت القمع بتاع الكريم جانتيه زي ما انت شايفة كده هروح الجاي بقى حاطة القمع كده في قلب الكيس وهو قص على قد الايه القمع بالضبط الحتة الفقانية دي هتطلحها بس كده عشان ما جا شكل الكيس ما عاكسش ايه التشكيلة وانا بشكلها تمام زي الفلة هوت نبدأ بنحط الكريمة بتاعتنا اول حاجة حطها الكريمة البيضة عشان خاطر لما جي بعد كده حط اي نوع كريمة تانية فطبعا ايه ببقاش الشكل بايخ يعني فالاول هعمل اللبيض اهو بالشكل ده انا طبعا بعد ما طعم ما حطيتهم في اللطبق كده حطيتهم في التلاجة تلات دقايق مش اكتر من كده يعني عشان خاطر بس ايه الجو حر عندي في الشقة وكمان كنت مشغلة الاضاءة فخفت يسحوا مني فحطيتهم في التلاجة وبس ما زبط الدنيا حوالي كده حطيت هنا بقى حاجة كده بقى هابدأ اشكل عليها هنجيب بقى ايه الامع بتاعنا وابدأ بقى بقى اوريكو التشكيلة بصي دي كاروزتات كده زي ما انت شايفها اهو والله العظيم حطيتها في التلاجة لمدة 3 دقايق مش اكتر من كده بصي تشكيلي بقى زي ما انت عايزة براحتك خالص متماسك ما شاء الله وزي الفل وطبعا زي ما قلت لك لو هتعملي بقى الطرطة والجاتو وعايزة بقى تفرد عليهم بقى كريمة والكرام ده كله نحطيها في التلاجة اشتغل على طول فيها وبعد كده حطيتها في التلاجة تمسك نفسها اهو شايفة كده دي طبعا الكاكاو اهي ده اللون بتاعها كده البني حاجات كده بسيطة ومش مكلفة ولا اي حاجة خالص واتفرح عيالك بحاجات بسطة جدا ولا محتاجة تجيبي مضرب كهرباء ولا اي حاجة خالص مضرب كهرباء بيض ولا اي حاجة هتشغلي نفسك بحاجات بسطة جدا اهو هي بس متعبة شوية في الايد يعني هي تعبت ايد شوية بس انها عاد طبعا ربع ساعة عمالة اضرب فيها اضرب فيها اضرب فيها ربع ساعة كاملين متوصلين فطبعا الايد بتضعب الصراحة لو جهاز بيتعب بلك بقدي اي داية وعمالة اضرب كده وشغل ايدي كده عطوب باستمرار كده عمالة يلف في الكريمة فبصراحة يا ادية وجعتني فطبعا ما فيش اصلا يعني يعني طبعا لو جيبتي المضرب احسن كتير طبعا عشان خاطر ايديكي بس عشان في ناس كتيرة او متقدرش تجيب فانا قلت بقى اي اعمل معكم الفكرة ديت عجبتني جدا شفت واحدة كتعمليها وبصراحة عجبتني جدا وحبيت ان اجربها اقول لكم عليها سهلة وبسطة جدا وغير مكلفة وتقدر تعمل اللي انت نفسك فيه يا رب الفيديو بتاعي اكون عجبكم النهاردة ما تنسوش بقى تحطيه اللايك على الفيديو وتشتركوا في القناة بتاعتي على اليوتيوب بمطبخ المسلسبيل وتشتركوا على صفحيتي على الفيسبوك بمطبخ المسلسبيل برضو وتدعموني وتكتبوا ليكم منت حلو عشان بسعدني جدا لما بشوفو وجزاكم والله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة